بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيل الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البخر حل ترى من فتور ثم ارجع البصر قردين ينقلب إليك البصر خاسع وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمخابيها واجعلنا رجوما للشياتين وأعتذنا لهم عذاب السعيد وللذين كفلوا بربهم عذاب جحنم فبئس المصيد إذا ألكوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميل من الغيث كلما ألكي فيها فوج سعى لهم فوج سعى لهم خزنتها ألم يأتيهم نذير قالوا بلى قد جاءنا نزير فكذبنا وقلنا ما نرضى الله من شيء آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعيد فاعتفروا بجنبهم فسحكا لأصحاب السعيد إن الذين يخشعون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر قبير وأسروا قولكم أو اجهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم العرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رذكه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاتبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أبلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبزن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يعسلكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرسككم إن أمسك لذكه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم كل هو الذي آشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي زرأكم في العرض وإليه تؤشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم إنضى الله وإنما أنا نظير مبين فلما رآه ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيله وجوه الذين كفروا وكيله هذا الذي كنتم به تدعون قل عرأيتم إن أحلقني الله ومن مأي أو رهمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين كل أرأيتم إن أسحب ماءكم بورا فمن يأتكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر